اشتركوا في القناة من حكاوي كثيرا ما يزعج اعداء المملكة المغربية الشريفة ما نحكي فيه وما نقوله عن الاكتشافات التاريخية والمؤثرة على الاتجاهات العلمية في العالم على ارض المملكة المغربية الشريفة وبيظهر ده عندنا في التعليقات التفهى الزبالة اللي هما بيعلقلنا بيها واللي بتؤكد انهم ينهاروا كلما نثبت ان هناك تاريخ عريق لارض المملكة المغربية الشريفة الا ان ذلك لن يمنعنا ابدا من الحديث عن فيوضات ارض المملكة الشريفة الارض الطيبة التي ما زال في باطنها الكثير والكثير من الاسرار التاريخية التي تثبت عراقة تلك الارض افضت ارض المملكة المغربية الشريفة باكتشافات كثيرة جدا تدعو الى اعادة النظر في تطور الجنس البشري وافضت ايضا الارض الطيبة ارض المملكة المغربية الشريفة بما يدعو لاعادة كتاب التاريخ الكائنات الحية على وجه الارض وهذا هو الجديد ولا ننسى ما ننساش برضو اكتشافات اقدم حلي في التاريخ على ارض المملكة المغربية الشريفة واكتشاف الكهف اللي عثروا فيه على اقدم ملابس للبشر عرفها او عرفتها البشرين كل ده على ارض المملكة المغربية الشريفة ومن فترة قريبة مش بعيدة عثروا على بقايا اسد اطلسي او اسد الاطلس اللي عاش على ارضها منذ الاف السنين واخيرا اكتشاف مزيد من اه يعني اكتشاف مزيد من الاشياء اللي بتعيد كتابة اه تاريخ الكائنات الحية على الارض وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة فيه فريق بحسي منذ عدة ايام وفريق دولي وليس محلي يعني مش مغربي ولكنه فريق دولي بالشراكة مع الباحثين المغاربة اكتشفوا موقع حفريات فيه منطقة اسمها تيشوت ضمن موقع فيزواطة اللي هو في ضواحي اقليم زاجورة بيتعلق هذا الاكتشاف بنوع من مفصليات الارجل مفصل ارجل اه لنوع من الحيوانات او الحشرات الشبيهة بالعناكب شبه العنكبوت اللي احنا بنشوفه ده كده اه لكن باحجام عملاقة يعني اكتشفوا مفاصل وارجل لكائن حي او كان كائنا حيا في فترة من الفترات ويعني بيشبه اه العناكب في الشكل ووفقا لمجلة ديلي ساينس اه ان عمر هذه الاكتشافات الحاجات اللي لقوها دي بيعود عمرها الى اكتر من ربعمية وسبعين مليون سنة تخيلوا يا جماعة ان على ارض المملكة المغربية الشريفة كائنات كانت تعيش من ربعمية وسبعين مليون سنة مش بقى النيزك وطيور الابابيل وسفينة نوح والافلام الكذابة اللي كلها نلق يعني نتيجة القرقوبي والحكاوي الاهاوي اللي احنا بنسمعها والنخشات والطبق الطاير وعرش ابليس وحواديت الهابل اللي احنا بنسمعها لا دي حاجات علمية لها تأثير عملي وفعلي على الدراسات والابحاس في تاريخ الارض هي دي المملكة المغربية الشريفة يا جماعة والاكتشافات اللي بتتم فيها اكتشافات علمية تفيد البشرية مش هبل في الجبل يعني ايه وسيلي وفسيلي وعرش ابليس وسفينة نوح وكهف اهل الكهف والحاجات اللي هي نتاج القرقبيان دي وقالوا كمان ان هذا الموقع اللي هو اسمه تايشوت اللي هو الان في صحراء يعني هو موقع صحراوي دلوقتي الا انه كان في الاصل تحت سطح البحر قبل انحصار المياه عنه يعني المنطقة دي منطقة تايشوت اللي هي في قرابة او ضواحي اقليم زاجورة هذا الموقع هو كان موقع تحت الارض تحت البحر عفوا تحت البحر ومع انحصار المد والجزر بقى والتطور الارض انحصرت المياه عنه واصبح مكان صحراوي وابرزت المجلة ان هناك حاجة الى مزيد من البحث والتحليل لهذه الاجزاء اللي تم اكتشافها او تم العصور عليها واستنادا الى العينات اللي تم فحصها قبل كده يمكن ان يصل طول هذه المفصليات الى مترين تقريبا يعني الحاجات اللي لقوها دي بالاضافة للعينات اللي فحصوها اللي على شكل عناكب اكتشفوا منها الارجل والمفاصل قالوا ان احتمال يكون هزي الارجل يصل طولها حوالي مترين يعني دليل على انه كان كائن حي ضخم وعملاق واعتبر او اعتبر لفريق البحثي ان موقع تايشوت اللي زي ما بقولكه هو في ضواحي اقليم زاجورة بالنظر الى هذه الاكتشافات يفتح افاق جديدة للبحث في علم الحفريات والبيئة مشيرا الى ان سجل الحفريات الخاص به بالموقع ده مختلفة تماما عن المواقع الاخرى اللي تمت دراستها مسبقا دمن موقع فزواطة واللي هو بيعتبر اوسع في النطاق يعني الاكتشاف الاخير ده مختلف تماما عن كل الاكتشافات اللي اكتشفوها واللي بالدراسة والتحليل والبحث هيثبت حاجات كتير جدا يعني قد تكون لم تثبت ولم تكتشف في تاريخ وعلوم الكائنات الحية على وجه الارض وفي دكتور اسمه فريد صالح ده من جامعة لوزان السويسرية قال ان هذا الموقع يعلم كل شيء جديد بالنسبة لعلم الترسيبات او هو بيضم ويعلمنا بكل شيء جديد عن علم الترسيبات وعلم الحفريات اللي محتاج مازال محتاج دراسة على مستوى العالم مما يجعله موقعا هاما في استكمال فهمنا للحياة الماضية على الارض ده دكتور فريد صالح اللي هو من جامعة لوزان السويسرية وقالت في دكتورة تانية صينية اسمها شياويا ما من جامعة اكسترا البريطانية وجامعة يونانان الصينية قالت ان المفصليات العملاقة اللي اكتشفوها وعسروا عليها لم يتم التعرف عليها بالكامل يعني ما زالوا في مرحلة البحث والتحليل والدراسة لهذه الحفريات اللي وجدوها ولان بعضها انواعا جديدة جديدة عليهم خالص ما شفوهاش غير ان حجمها الكبير ونمط حياتها الحر يؤكد انها لعبت دورا فريدا في النظم البيئية في فترة تواجدها يعني اكتشاف له مغزى اكتشاف له تأثير كبير جدا في العملية البحثية حول وجود الكائنات الحية على الارض وتم اكتشافه زي ما بقول لكم في ارض المملكة المغربية الشريفة وعاوز اقول لكم ان موقع غرواطة او مش هو اسمه غرواطة ولا اسمه ايه فعفوا فزواطة فزواطة عفوا قالوا ان موقع فزواطة بيعتبر من اهم المواقع الجيولوجية وتم رصده واختياره مؤخرا على الاعتبار انه واحد من اهم مئة موقع جيولوجي في العالم نظرا لاهميته في رصد تطور الحياة او حياة الكائنات الحية منذ ملايين السنين نخلص من هذا ان ارض المملكة المغربية الشريفة ما زال فيها من الاسرار الكثير والكثير اللي احنا محتاجين والعالم كله محتاج انه يعرفه وما زالت تنفض عن نفسها تلك الاسرار نتاج للبحث والتنقيب والدراسة والتحليل ولا شك ان هذه الاكتشافات التي تتواجد يوما بعد يوم من باطن ارض المملكة المغربية الشريفة ستفيد العالم كله وستفيد البشرية على الاقل خالص هنعرف تاريخ وتطور الحياة البشرية والكائنات الحية على وجه الارض هي دي يا جماعة الاراضي صاحبة التاريخ البلدان صاحبة التاريخ وليست معدومة الهوية والتاريخ والنسب يعني النظر الى المملكة المغربية الشريفة نجدها شعبا له اصل حكاما وملوكا لهم اصل ارضا لها اصل ولها تاريخ كل التحية والتقدير والاحترام لكم سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم دعواتي بان يشفي الله كل مريض يتألم ولا يحرمنا ابدا من احبابنا رب العالمين طبتم اينما كنتم وطابت اوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما ودائما وابدا وما حييت اقول ان العروبة ليست دولة انما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن والتحية الدول صاحبة التاريخ والحضارة ولا عزاء ابدا لمجهول النسب والهوية والتاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة